اهلا بكم اخواني واخواتي مرة اخرى بحلقة جديدة من برنامج خبار الخير في الحلقة اليوم سنقرأوا من انجيل متة اصحى 15 من الاية 10 الى الاية 14 ديك ساعة اعيط الجمع وقال لهم زي امار رب ياسو اقال لهم سمعوه فهموه حتى حجل ما كتدخل الفم كتنجس الانسان كتقدر الانسان لكن دكشي اللي كيخرج من الفم وواللي كيقدر الانسان ديك ساعة جاو تلاميط ديالوه قالوا له واش عارف بان الفرسيين من يسمعوه كلامك غضبوه جاوبهم وقال لهم كل غرس ما غرشوش بسماوي غاديدقلع خليوهم هادوك هادوك عميان مقودين عميان واذا شي عما قود عماخور كيطايحو جوجهم فحفراء واش عمرك لاحتي شي عمرك شفتي شي عمام قود شي عماء طبعا لا ما يمكنش ما عمرك ما تشوف شي واحد عمك يقود عماء ما يمكنش لانا الى عماء قود عماء كيطايحو بجوج شي حفراء وهذا القطاع اللي ديالوه كان شوفوا الحوار هذا اللي دار ما بين ياسوع تلاميد ديالوه اللي كانوا جوا عندوه قالوا لي را الفرسيين كي تكلموا لي على رجال الدين انهم را غضبوا على كلامهم كان كيقول لهم شي حواج اللي هما مقبلوهاش وغضبوا عليها فتالاميد ديالو جوا عندو قالوا ليه واش ما شتيش الفرسيين را غضبوا عليك زع ما غضبوا عليك لا مكدك شي اللي كتقول قال ليهم رب خليهم هذكر عميان مقودين عميان زع ما هذو اللي كي يضنوا راسهم كيشوفوا راب راسهم عميان مقودين عميان زع ما الناس اللي مساكل اللي تابعينهم هذكر عميان معاولين عليهم يقودهم ولكن القودات عميان وقال ليهم الى عماء قود عماء خور كيطايحو بجوج حفراء وهذا هو الاسف شديد وان كتير من الناس حطي انتيقتهم في معلمين الدين وديالهم معلمين الشريعة وشراء وكي حطي انتيقتهم في دوك المعلمين لانك يقولك زع ما رأى هذك مثلا عالم ولا معلم رأى كيعرف زع ما كيخليوا داك المعلم ديال الدين يقودهم حاطي انتيقتهم فيه ومخلينوا هوا كيقودهم كيف ما بغى وكيعلموا كيف ما بغى زع ما الناس هذو ما كيطرحوا تاشي اسئيل على نفسهم زع ما الناس اغلبية الناس هم مرة ما كتوقف انسان ما كيوقفش ويطرح السؤال على نفسه يوقفش مرة ويتساءل يقول زع ما واش هاد المعلم ولا هاد العالم اللي انا تابعه وكان سمع الكلامه واش هاد فعلا مقودني في طريق صحيح غير غاذبية غاذبية هكاك غاذبية هوا را عماو وغاذبية وتانى عماو جلطة يحب جوج حفرة زع ما إنسان ما كيتساءلش ما كيوقفش ويتساءل يقول لك هاجي نشوف كيف دير هادة تعليم ديالو زع ما مكي يبحتش الناس لا يتحدثون بالشخص كان يحبون للأسنين على التعليم الذي يعلمه السيد يكلمون الأشخاص بالحياة ويقوموا بالصحيحه هاي الطريق المقودين فيها تطريق صحيحه ويقوموا بالصح ولا تطريق غطأ سليمال الحاكيم قال لك كتاب المقدس قال لك هنا أحد طريق كتبان مزيانة للناس لكن عقبتها لهالك أما كان بزاف مرات طرقان طريق لكتبان الناس مزيانة وراء كتبان مزيانة ولكن العقبتها لهالك ذيك الطريق اللي غادي فيها غدا بهم الهوية لأن عمرهم سهول وعمرهم ووقفوا سهولوا واش هالطريق فعلا غادي بيا واش هالطريق مزيانة اللي غادي فيها نولا لا وكهذا كما كان قوله وقائد اللي كيقود بحل القيد كما كان قوله كيقود الناس الناس حاطين تقتهم في مياه في مياه ما كي تسألوه ما كي طرحوه أسئلة ما كي بحثو موالو وكين جوج كين مثلا في الكتاب المقدس كي زي ما كي علمنا الكتاب المقدس على هاد هاد القودات زي ما كي يقولك حدير راسك من شي قودات معلمين الدين حدير راسك منهم ماشي طبعا كولش المعلمين راضين لكن كي يقولك حدير راسك من شي معلمين مثلا راسول بولوس كي هدر على دياب خاطفة ما كتشفقش على الرأية تصور كيفاش تصورهم كيفاش متلهم راسول بولوس كي يقولك دياب خاطفة دياب كي متلهم بدياب كتخطف ما كتشفقش على الرأية راسول بولوس كي علمنا على هاد المعلمين الكتابة والأنبياء الكتابة كي يسميهم أنبياء كتابة ومعلمين كتابة راسول بولوس كي يهضر عليهم وكي علمنا عليهم لكن كي يوجد نوع دي المعلمين زيبا المعلمين اللي خاطرين المعلمين الدين اللي خاطرين كي يوجد نوع فيهم كيف شفنا كي المعلمين الكتابة كي يكونوا هدو العلم كيكونوا زيما مخلصين في ذاك الشي اللي يديروا وذيك الخدمة اللي يديروا وذاك الشي كيكونوا مبراصهم زيما كيف سماهم راسوا بولوس الدئاب مختطفة زيما هم دياب وعرفوا راسوا مرحة دياب كي يهلكوا الرعية وتابعين غير الربح وقبيح وتابعين غير غارضهم زيما كي يديروا ديك الخدمة وذاك الدين ولا ديك ذاك الخدمة ديالهم وذاك المنصيب ديالهم مستعملين غير باشوا ما يوليوا باش يتحسنوا ما تحسن حياتهم ويربحوا ويديروا ويستغلوا الناس وكي النوع الثاني هو اللي هضر عليهم الرب في هذا المقطع ديال اليوم قودات عمين قودات عمين لأنهم براصهم لأنهم هم عمين غادين كي يقودوا الناس الهلك وهذه القودات العمين هم غالبتاً هذه القودات العمين ما عارفين ش براصهم رهما على غلط كتلقاهم غادين كي علموا ويديروا ويجتهدوا لكنهم عارفين حتهم عمين ما كيشوفوا ما عارفين ش بأنهم على غلط كي علموا الناس وكيوريهم وكيديروا وضعنين بأنهم على حق وما ضعنين هكو لكن كونهم عمين ما كيشوفوش كون هاد قودات هاد معلمين الدين وادو كونهم عمين ما كيشوفوش ما كيشوفوش شوفوش راصهم بينهم عمين ما كيشوفوش فين غادين ما عارفينش ما كيشوفوش طريق اللي غادين فيها ولكن المشكلة الناس اللي غادين بهم غادي بهم الهاوية حيث هم عمين ومقود الناس تابعينهم كيطايحوا في حفراء كيقول الله الرب يسوى كيطايحوا في حفراء وهدوك اللي تابعينهم تاهم ما كيطايحوا معهم لأن ما يمكنش كما قال واحد قائد عمى يقود عمى أخر ما يمكنش ما يمكنش وحد عمى غيتوكل على واحد يقودوا اللي حتى هو ما ما يمكنش غيطايحوا بجوش في حفراء السؤال هو كيفاش غنقدرون نعرفو احنا كنتكلموا دابع القودات العمين كيفاش غنعرفو نقدرون نعرفو شي واحد قائد عماء رب ياسو عطان عجوش حويش اولا كيقول لك هاد قودات العمين كيتشبتو بتقاليد الناس كيتشبتو بتقاليد الناس كتلقاهم كيركزو على التقاليد تقاليد اللي جاية ماشيين عمد الله ممعنى الناس بحال دابق قودات الدين ديلك الوقت اللي كان فيها ياسوع كانوا كيحاولوا يطبقوا شريعة موسى شرع موسى ولكني كانوا زايدين عليها بزاف ديال القوانين وشوروط وحويش كتلوا في ذاكش لدرجة ان ديك شرع موسى مبقاش عندو واحد تقل ما بقاش عندو واحد اهمية لانك تروع له ضوروا بي بزاف ديال تقاليد ديالهم وشرع ديالهم وهدي حاجة من الحويج اللي كان قدرو بيها نعرفو واحد معلم عمى تقاليد ديالناس كيركز كيركزوا بزاف على تقاليد الناس تانيا كي ما كيديروش فرق ما بين الحويج اللي مهمة الحويج اللي اللي شوية ماشي مهمة بزاف حالا باو حويج في الكتاب المقدس كييركزوا على شي حويج معملا باو حول الناس معملا ذهب حويج اللي تانوي حالا كييركزوا على حويج تانوي كييركز حالا باو حالا بجذف طاعت الان يا وكاد تشوفوا في أمور أخرى تناوية لهم نساوا ويطاعوا والديهم وعينوا والديهم وبشاو تبتوب أمور تناوية اللي ماشي موهمة وبهاد طريقة زي ما نقصوا من القوة للك الأمر ديال إطاعة ديال لرب مني قال طيعوا طيع بباكم مك طيعوا بباكم مكم السؤال هو كيفاش نقدرون ديرو باش ما نبقاش باش ما يكوش لإنسان دعماش خس كدير باش ما تكونش تخلي واحد قادع ما يغرك باش قودات العميين ما تخليهمش يغروك كين حل حل مهم اللي ديمك اللقاه مراراً هو أنه كرجع ديم الكتاب المقدس لكن خسك أولاً هاد القائد العماق خسنا نعطيه فورتا خسك ديما خسنا نعرفه بعدها هاد القائد العماق كي يعلموا خسنا نعرفه بعدها خسنا نسمعوا هاد القودات العميين كي يعلموا اش نهي التعلم ديالهم خسنا نبحتوه أولاً خسنا نسمعوه إن غالبة الناس ما كيسمعوش ما كيبركوش ويسمعو ويبحتو خسنا نسمعو أولاً هاد المعلم هاد اش كي يعلم اش كي يقول ثانياً خسنا التعاليم دياله خسنا نقارنوها بالكتاب المقدس كرجعو دائماً للكتاب المقدس الكتاب المقدس هو المستارة أي تعاليم سمعناه أي تعاليم سمعناه خسنا نحطوها حدا الكتاب المقدس نقارنوها بتعاليم الكتاب المقدس واش كتنا سمعها ولا لا لهاي لك نشجعك أخي واختي باش تقرأ الكتاب المقدس كلمة الله تقرأ وتفهم معاني وإذا بغيت تحصل إذا ما عندك مثلا النسخة من الإنجيل المقدس فكانش شجعك تكتب لينا كتبنا العنوان اللي غتشوفه على الشاشة وإحنا نبعتورك النسخة من الإنجيل المقدس إلا ما عندكش نشجعك باش تقرأ كلمة الله وتخليها تعمرك وأتملي كيانك آمين اشتركوا في القناة